موسيقى أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من حوار الساعة عبر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو الحدود إلى سوريا وزار خلالها ضريح سليمان شاه الواقع على الحدود التركية سوريا نددت بالزيارة واصفة إياها بالعدوان على دولة ذات سيادة وبأنها خرق للقوانين والمواثيق التي تفرض احترام السيادة الوطنية للدول وإذ لا يبدو أن تركيا تضع اعتبارا لمسألة السيادة السورية يقول داود أغلو في تجمع حاشد في شانلي أورفا أنقل إليكم تحيات سليمان شاه زعيم صحوتنا ويضيف سيحلق عالمنا الأحمر فوق سليمان شاه إلى الأبد يأتي ذلك على وقع نشاط يمكن رصده للمعارضة المسلحة في الشمال السوري نشاط في نتيجته سيطرة على إدلب وتحديدا على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية وتحضيرات تقول تقارير عدة أن البوصلة المقبلة تتجه نحو حلب في هذه الحلقة نناقش السياسة التركية الأخيرة في سوريا وما تحمله من دلالات وزيارة أغلو لجده العثماني سليمان شاه كما سنناقش انفتاح أنقر على السعودية وانعكاسه على الجبهة السورية هذه الجبهة المشتركة بين الطرفين من أربعة أعوام ونيف اسمحوا لنا أن نرحب بالدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول وبالدكتور عقيل سعيد محفوظة الخبير في أشعون التركية أهلا بكما ولكن قبل أن نبدأ النقاش اسمحا لنا بعرض هذا التقرير لأزميل حسن عبدالله نتابع مشاهدنا لم يعد التدخل التركي في الحرب على سوريا بحاجة إلى التأويل أو التفسير استراتيجية رئيس تركي رجب طيب أردغان ومنذ اللحظات الأولى لبدء العمليات العسكرية ضد مرافق وأجهزة الدولة السورية ركزت على دعم المسلحين وقدمت لهم كل أشكال التسهيلات والدعم والاحتضان السياسي قمة التدخل التركي تمثلت أخيرا في تجهيز وإدارة الهجمات العنيفة على إدلب وجسر الشغور الهدف التركي الذي دعمته بعض دول الخليج هو العمل بكل الوسائل للسيطرة على مناطق شمال سوريا لقطع الساحل السوري عن عمقه التقارير الواردة من منطقة حلب تشير إلى مشاركة الأجهزة التركية بفعالية في تجهيز جيش من 22 ألف مقاتل من مختلف الفصائل المسلحة لسيما المحسوبة على السعودية كجيش الإسلام لإطلاق ما سمي بهجمة فتح حلب أنقرة التي لم يوافق الغرب على خطتها لتكوين مناطق عزلة في شمال سوريا تحقق هدف شل الطيران الحربي السوري وبالتالي تشريع استهدافه أنقرة هذه وبالتقاء مصلحتها سوريا برغبات القيادة الجديدة للسعودية بدأت بلعب الأوراق الكبيرة في الميدان السوري بحسب الخبراء المعارضة التركية لم تتوقف عن كشف نوايا أردغان بشن عمليات عسكرية داخل سوريا لذلك وكتعبير سافر عن أحلام تركيا الحالية يتوجه رئيس الوزراء داود أوغلو إلى ضريح جد مؤسس بلاده في الشمال السوري ضريح حمته التشكيلات المسلحة المتطرفة سنوات طويلة تقديرا لما تلقته من دعم تركي سخي أبدأ منك دكتور سامير لماذا يقوم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الآن بزيارة ضريح سليمان شاه ألا يعد ذلك فعلا انتهاكا لسيادة السورية مساء الخير أولا دعيني أحييك وأحيي ضيفك ومتابعيك في هذه الحلقة أهلا بك دكتور أظن هذه الزيارة تندرج في إطار لأنه جزء من عملية واسعة بدأت العام المنصرم كما تعرفين كان هناك محاصرة للضريح نقل الضريح دخول الجوال القوات التركية للإشراف على نقل هذا الضريح من مكان إلى مكان داخل الأراضي السورية الزيارة التي قام بها أحمد داودو لجزء من كل هذا الحراك طبعا الظروف برأيي الاستثنائية التي تعيشها اليوم الجارة السورية هي نتيجة أوصلت إلى هذه النقطة ليس في الظروف العادية أو الطبيعية لم نكن إطلاقا لنناقش مسألة من هذا النوع وبهذا الشكل طبعا الظروف الأمنية السياسية العسكرية هي التي الآن في قلب النقاش برأيي وهي التي الآن تؤثر بشكل أو بآخر على كل المواقف أو الطروحات التي قد نناقشها حول هذه الزيارة قانونيتها شرعيتها وردود الفعل من حولها سامر بغض النظر عن مسألة بأنها تأتي ضمن عملية عسكرية بدأت العام المنصرم ألا تعاد هذه الخطوة انتهاكا لسيادة سوريا بأن يقوم رئيس وزراء دولة بزيارة ضريح في دولة أخرى دون إذن الحكومة؟ يعني إذا عدنا إلى نقطة البداية الضريح نقل من مكان إلى آخر كما قلت لك وهو على مسافة حوالي 250 متر فقط من الحدود التركية السورية هي أرض سورية أيضا لا أحد يناقش ذلك لكن بالمقياس التركي للأمور حسب الحكومة التركية الآن أن هذا الضريح نقل من مكان إلى آخر كما قال داودولو وهذه الأرض هي جزء تساوي الأرض التي كان موجود فيها الضريح بالأساس ورفع فيها العلم التركي اليوم والحكومة التركية اعترضت على ذلك لكنها بعد مرور أسابيع وأشهر على الحالة أظن أنها قبلت أن ما يجري هو حالة استثنائية وطالما أن الحكومة التركية قالت عندما تنتهي الأزمة السورية سيعود الضريح إلى مكانه الأساسي ولكن لماذا تقوم تركيا بنقل هذا الضريح من مكان إلى مكان آخر في سوريا ولا يتم نقل هذا الضريح إلى الداخل التركي الداخل التركي مستحيل أبدا أن يتم نقله بالبعد السياسي قبل أن نقولك بالبعد القانوني لأن نقل هذا الضريح إلى داخل الأراضي التركية يكلف سياسيا وانتخابيا تركيا ذاهبة للانتخابات كما تعرفين وكانت خلال عملية التقبل الضريح أيضا ذاهبة إلى الانتخابات أقول لك طبعا أن حكومة العدالة والتنمية عندما قامت بعملية نقض الضريح كان هناك انتخابات رئاسية لا يمكن لها أن تغامر بنقض الضريح إلى داخل الأراضي التركية طالما أن هناك اتفاقيات وعقود أنه جزء من الداخل السوري هذا الضريح في هذه البقعة الجغرافية نقضي إلى تركيا سيعني تراجع سياسي لحكومة العدالة والتنمية مغامرة انتخابية كبيرة لذلك هي لم تتحرك وهذه المرة أيضا داود دولو ذهب بهذه الطريقة وبهذا الشكل لا أقصد إطلاقا أنه ذهبه له علاقة بالحملات الانتخابية إطلاقا أو أنه مجرد دعاية انتخابية لكنه كما فهمنا وكما قال استغل ظروف تواجده في مناطق هطاي وأورفا وأراد أن يقرأ الفاتحة على ضريح جد الأتراك مؤسس جد الأمبراطورية عثمانية ورمز من رموز هذه الأمبراطورية بسمح لنا دكتور سامير أن نشرك معنا دكتور محفوظ دكتور يعني يبدو بأن هناك تطور تركي جديد فيما يتعلق بها الآزمة السورية يتمركز هذا التطور حول تنسيق قطري سعودي مع تركيا هل يمكن قراءة هذه الزيارة وهذه الخطوة التي قام بها رئيس الوزراء التركي في هذا السياق؟ نعم طبعا أولا أسني على التقرير الذي بدأت في هذه الحلقة أن أوافق على الإطار العام وعلى الكثير من النقاط في الواقع تركيا تتدخل في كل لحظة في الموضوع السوري منذ بداية الأزمة وحتى الآن والحكومة حزب العدالة والتنمية هي طرف رئيسي هي ليس فقط كما قال التقرير بأنها نظمت وأنها احتضنت وإنما هي قامت بإدارة عمليات عسكرية بصورة مباشرة في إدلب وفي جسر الشغور وفي مناطق أخرى وهناك الاتصالات هنا في سوريا لقطت العديد من الاتصالات بين قيادات جيش الفتح بين قوسين وفي رئاسة الأركان التركية وهناك حديث كثير هنا يجري في سوريا حول هذه النقطة وأنا أطالب الآن من المعنيين بهذه المسألة أن يقدموا هذه التسجيلات للجمهور إن أمكن ذلك ما يتصل بالقبر أعتقد بأن الإطار القانوني له لم يعد موجودا لم يعد صحيحا أي أساس قانوني لوجوده بداخل أراضي السورية في اتفاق عام 1921 تحدد بأن القبر فقط هو ملكية والمبنى ملكية كما يقبل قوسين الحكومة التركية لكن الحكومة نقلت القبر ودمرت المبنى ولم يعد بموجب المادة تسعة من اتفاق 1921 أي أساس لوجود هذا القبر داخل أراضي السورية هو استمرار إصرار تركية على وجوده الأمر معروف يرتبط بأحلام عثمانوية بأحلام مبراطورية في الواقع تتعلق ولو أن الدول تريد أن تنهج على هذا النهج فالكثير من الزعماء العرب والسوريين مدفنون في تركيا وفي اليونان وفي الأندلس وغيرها هذه زرائع وحجج أما تسلل داود أغل إلى الأراضي السورية لزيارة هذا القبر هذه مسألة انتخابية في المقام الأول بتقديري الآن وهي أيضا على صلة بدعاوى أخر وبسلوك آخر نحن لاحظنا أن رئيس الجمهورية أردوغان رفع المصحف قبل يومين وهذا يخاطب شريحة من المتدينين داخل تركيا تحدث قبلها بيومين أيضا واتهم الأكراد بأنهم يدينون بكفية أخرى بالزراد الشيئة على حساب الإسلام طبعا يتهم قوات حزب العمال الكردستاني وأطيافه ومؤيديه يعني هذه المؤشرات تتعلق بسلوك انتخابي ويعني في المقام الأول بتقديري والتسلل الذي حدث هو خرق للقانون الدولي بكل أشكال ليس هناك أي لنقل أي مبرر من أي نوع وأي شيء يمكن أن يساعد أيضا هذه الخطوة في سياق ما يحدث يعني هناك ربما تصعيد في الجبهة السورية من قبل المعارضة المسلحة وبالتالي ألا يمكن أن تشكل هذه الخطوة من قبل رئيس الوزراء رسالة يمكن ربطها بما يحدث في الشمال السوري نعم طبعا هناك يعني جرى قبل أيام هناك حديث وكان سجال حاد داخل تركيا نفسها وضيفك الكريم يعني أكيد هو في أجواء هذا الموضوع بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية نائب رئيس حزب الشعب التحدث قال بأن هناك استعداد لتدخل عسكري أو لتوغل عسكري داخل أراضي السورية وكذبته الحكومة التركية ولكن تبين أن هذا كان غطاء لعملية التسلل التي حدثت يوم أمس وتسلل داود أغلو لداخل القبر بالتأكيد هناك ارتباط كبير جدا الوضع السوري كما وصفوا الحكومة التركية هو واحدة من القضايا الأساسية في استجال وفي الاستقطاب الداخلي استقطاب السياسي والاجتماعي والثقافي والديني والإعلامي داخل تركيا واحدة من أهم القضايا التي يتم اللعب عليها وذكر ضيفك الكريم بأن العملية السابقة كانت أجواء انتخابات رئاسية هذه العملية في انتخابات قادمة بعد أيام وبالتالي كل الموضوع السوري هو واحد من القضايا التي سوف تؤثر على مجريات على سلوك الناخب التركي في المرحلة المقبلة أنا أشير فقط إذا سمحتني بأن هناك تقديرات هذه العملية هي من أجل شد عصب هذا الاستقطاب لنقول المحافظين المتدينين التيار السلفي الطرق الصوفية المؤيدة لأردوغان الإشارة اللعب على المخيال السياسي والديني بما يتصل بجد الأمبراطورية وغيرها وهذا الأمر من أجل لنقول كما قلت سد العصب ولأن هناك توقعات بأن التحالف الكردي والعربي والعلماني واليساري قد يكسب أو هناك تقديرات بأن قد يكون له تقدم في الانتخابات القادمة شد العصب هذا تحريك هذا المخيال هو يساعده كما يتصور بأن هناك أغراض انتخابية لهذه الخطوة من رئيس الوزراء التركي في جانب منها نعم هو في جانب منها لأغراض انتخابية لكن بالتأكيد الأمر يرتبط بموقف تركيا من الموضوع السوري دكتور سمير عندما يقول داود أغلب بأن العالم التركي سوف يرفرف للأبد في هذا المكان هناك من يستقر بأن ربما هذا تأكيد ودليل على وجود عثمانية جديدة بقيادة رجب طيب أردوغان تقوم بها تركيا أو السياسة التركية على صعيد الخارجي هل تتفق مع ذلك؟ نعم يعني دعيني أقول لك أولا أنه أنا قلت أنه العملية هذه عملية كنت تسألتيني عن نقل الضريح إلى داخل الأراضي التركية وكنت أعقب على هذه المسألة وأضحها وأقول لك أنه في إطار هذه الظروف الانتخابية لا يمكن لحكومة العدالة والتنمية أن تنقل الضريح إلى داخل الأراضي التركية أنا لم أقول أن هذه العملية التي قام بها داودول زيارة الضريح مرتبطة بالانتخابات وهذه نقطة مهمة على كل حال أقول لك أكثر من ذلك أنه الآن المسألة في تركيا لا تناقش إطلاقا مسألة الزيارة أخبار قصيرة قصيرة جدا في وسائل الإعلام لا كتابات ولا نقاش حول هذه الزيارة حتى تعرفين لماذا لأنه حتى المعارضة التركية تتجنب الدخول في نقاش من هذا النوع لأنها تعرف أنه قد ينعكس عليها في الشارع الانتخابي سلبا بشكل أو بآخر أقول لك أيضا أن الأشخاص المعارضة التركية المقربة من دمشق حتى لم تكتب ولم تتحدث هذه المعارضة التي زارت دمشق زارت طهران مثلا في إعلامها تجاهلت تماما دخول أحمد داود إلى داخل سوريا وزيارة الضريح الآن نقطة في غير الأهمية أيضا أشار إليها الدكتور عقيد قبل قليل يعني في موضوع حزب الشعب الجمهوري نائب الرئيس جرسال تاكين كان الأسبوع الماضي كرر أكثر من مرة أن التركيا ستدخل عسكريا إلى سوريا قبل يوم الجمعة المنصرم حل جمعة المنصرم ولم يتم أي تحرك بهذا الاتجاه الآن المعارضة والذين تبنون وجهة النظر يحاولون أن يمرروا بشكل أو بآخر أن هذه الزيارة كانت المقصودة لا أظن إطلاقا أنه ما قصده جرسال تاكين هذه الزيارة لأنه لم يكن يعرف بها إطلاقا الذي أكثر من ذلك أنه الآن المعارضة في تركيا في معظمها باستثناء حزب الشعب الجمهوري لا تتحدث إطلاقا أفهم منك دكتور سامير بأن لا يوجد توجه تركي لتدخل مباشرة في سوريا صحيفة حريات التركية مثلا قالت بأن هناك توجه لخوض حرب مباشرة في سوريا وقالت بأن هناك تقرير طبي حصل عليه رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال نجدة أوزال بالرحة لمدة 15 يوما وذلك في مؤشر لأن هناك خطوة تركية لتدخل مباشرة في سوريا أفهم منك بأنك لا ترجح وجود أي خطوة تركية مباشرة بالدخول عسكريا في سوريا يعني أستبعد تماما أنا في ظل هذه الظروف وتعرفين ظروف الداخل التركي الآن السياسية أستبعد تماما التحرك تركيا منذ البداية قالت أنها لنية لها في الدخول عسكريا إلى سوريا رغم أن الإعلام السوري يصير على وجود القوات السورية الأسبوع المصر كانوا يقولون لنا أن القوات السورية تشارك في معارك جسر الشغور بعد ذلك تم تراجع وقيل أنه هي تدعم الذين يحاربون في جسر الشغور وقيل لنا مرة وأكثر أن هناك أسرى جنود أتراك بين الأسرى في هذه الجبهات قلنا لنرى هذه ما يملكون من أدلة ولنفهم هذه فعلا إذا كانت موجودة أم لا حتى الساعة لم نرى لا أسرى ولا نمر هذه الدلائل التي تقول أن تركيا موجودة مباشرة عسكريا في الداخل السوري دكتور سمير هذا ربما يفتح المجال الحديث أكثر حول السياسة التركية إذا ما يحدث في سوريا وإذا الأزمة السورية تأتي هذه الخطوة على وقع دعم للجماعات بدء تدريب المعارضة المسلحة في الداخل التركي وهناك أحاديث وتحليلات ومقالات ومعلومات تتحدث عن تنسيق بين تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر أدت إلى أن تحقق المعارضة المسلحة تقدم فيها الشمال السوري برأيك هل هناك فعلا هذا التنسيق وما حدود هذا التنسيق بين الدول الثلاث يعني رغم أن حكومة الأعدالة والتنمية دائما تتجنب الدخول في هذا النقاش المباشر أنا رأيي شخصي أقول لك بكل صراحة أن أنقرة وهذه الدول التي أشرت إليها تقدم دعم مباشر وغير مباشر إلى المعارضة السورية أقول لك أكثر من ذلك حتى موضوع تسليح وتدريب المعارضة السورية أنا رأيي شخصي وهذا يلزمني أنا موجود منذ أشهر على الأرض عمليا بأكثر من اتجاه هذه حقيقة لا يمكن إخفاء إطلاقا رغم أنه رسميا لم تعلن نقطة أيضا أخيرة أقول لك أن دخول تركيا مثلا إلى سوريا قالت العدالة والتنمية حكومة العدالة والتنمية أكثر من مرة أن هذا الدخول لا يمكن أن يكون إلا في إطار اتفاقية شاملة ببعد إقليمي ودولي وإذا تمت هذه الاتفاقية عندها سننوقش مثل هذه السينوريهات أو الخيرات أو البدائل في جميع الأحوال لا أرى إطلاقا أي تحرك هنا أجيب على السؤال مباشرة قبل الانتهاء من عملية الانتخابات لأن حكومة العدالة والتنمية الآن ترجز على الداخل قبل أن تضي الأولوية إلى أي خطوة من هذا النوع التي تتحدثين عنه طيب دكتور محفوظ هذا التنسيق بين المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا وربما هذا ما أشار إليه أيضا الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة سويدية كيف يمكن أن ينعكس على مسار الأزمة في سوريا إذا ما استمرت وطيرة دعم المعارضة المسلحة بهذا الشكل وهذا التنسيق بين الدول الثلاث نعم طبعا قبل ذلك يعني التركية هي هدفها الرئيسي منذ بداية الأزمة وحتى الآن واضح لم تغادر هذا الهدف إطلاقا لم تزحزحه لم تتزحزح عنه فكرة المنطقة العازلة المناطق الحضر هي مطلب على طول الخط تجاهها الولايات المتحدة الأمريكية والناتو التركية لم تتدخل بصورة مباشرة كتدخل عسكري تحت العلامة التركية هذا الأمر مفهوم لأن هناك إكرهات كثيرة في الواقع الغرب لم يقتنع حتى الآن بهذه النقطة وإضا سوريا ليست الأمور هينة بالتأكيد وإلا الرغبة موجودة وهذا الأمر يكاد يكون قطعيا بتصوري هي تشتغل ليس فقط على احتضان ودعم هي شاركت في الواقع وهناك مؤشرات كثيرة جدا على اشتراك تركية في قيادة العمليات وإدارتها هذا الأمر يكاد لا يخفى على أحد في كل جهات الأرض فيما يتصل بسؤالك عزيزتي حول التنسيق بين التركية ودول الخليج الأخرى هذا الأمر أيضا التنسيق ليس جديدا في الواقع منذ بداية الأزمة وحتى الآن هناك توافقات على أكثر النقاط المتعلقة بالموضوع السوري قد تكون هناك اختلافات في الأولويات أحيانا في الكيفيات على مناطق لنقل النفوذ على المكاسب لكن دائما كان هناك الموضوع السوري لم تكن المعارضة المسلحة موحدة تحت مثلا ما يسمى بجيش الفتح بين مختلف الفصائل المعارضة بل كنا نشهد في الفترة الماضية تناحر وقتال بين هذه الفصائل ولكن الآن هناك تنسيق بين هذه الفصائل نعم بالتأكيد ولكن حتى الآن هذه الفصائل التي اجتمعت تحت عنوان جيش الفتح في إدلي بوجس الشغور بعضها وبعض تفريعاتها أيضا تتقاتل في مناطق أخرى على أطراف حمص وفي المنطقة الجنوبية هذه الصراعات هي جماعات لها طبع وظيفي وهي مرتبطة بمن أسسها في المقام الأول وبالتالي إذا تدخلت سعودية وطلبت من المتخاصمين الدخول في تحالف مؤقت أو موضعي من أجل مهاجمة موقع عسكري فهذا الأمر يحدث هذا ما أسأل عنه كيف سينعكس هذا التنسيق على مسار الأزمة السورية هذا ما أسأل عنه هذا التنسيق إن كان مؤقت الآن أو حتى على المدى الطويل نعم أنا أرجح بأن الأمر يتوقف على نتائج الحرب التي تحدث ضد اليمن هناك كثير من النقاش في تركيا والسعودية وحول العالم بأن هناك نوع من المفاوضات بين السعودية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إمكان شن هجمات والاعتداء على سوريا بالكيفية التي تحدث في اليمن ولو أن هناك كما أكرر هذه الكلمة إكرهات كثيرة تعيق هذه المسألة لكن طالما أن هناك خصومة حادة فمن الطبيعي أن تركيا والسعودية وحلفاء آخرين لهم يفكروا بالكيفية التي يمكنهم القيام بفعل مات ضد سوريا على منوال على غرار لنقل ما حدث في اليمن اسمح لي بهذا السؤال لدكتور سمير ما هي حدود العلاقة بين المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة وتركيا تحديدا خصوصا وأن الفترة الماضية شهدت تباين كبير في السياسة الخارجية بين الدولتين وهل من أفق الاستمرار هذا التنسيق في الأزمة السورية أم هو تنسيق هش أم هو تحالف جديد قادم في المنطقة يبدأ من الأزمة السورية يعني العلاقات كما تعرفين كانت قد شهدت بعض البرودة بسبب الملف المصري لكن بعد التغيير الأخير في القيادة السياسية في السعودية كما نتابع جميعا كان هناك انفتاح وطروحات جديدة أدت إلى تقارب تركي سعودي ليس فقط في التعامل مع الملف السوري بل أكثر من ملف إقليمي أيضا ومنها الملف اليمني قبل قليل أيضا أشار الدكتور عقيل برأيي إلى نقطة في غاية الأهمية هي أن تطورات المشهد في اليمن الملف اليمني على الأرض ميدنيا وعسكريا الموقف السعودي والقوى الدائمة للسعودية في اليمن أظن أنها الآن تحاول بشكل أو بآخر أن تساهل هذا النموذج الأخير ونقله إلى سوريا وهذه أيضا برأيي حقيقة أيضا قائمة موجودة على الأرض وربما التطورات الميدانية الأخيرة طيب دكتور سمير ماذا تسمي هذه العلاقة هل هو تنسيق هل هو اتفاق هل هو تحالف ماذا تسمي هذه العلاقة هو جزء من طبعا هو جزء من من تنسيق إقليمي ودولي في التعامل مع الملف السوري كان هناك أكثر من اجتماع عقد أكثر من لقاء ولا أظن إطلاقا أن المسألة فقط تعني أنقرة والرياض لوحدهما لأن هذا الموقف أيضا خليجي شبه خليجي إذا جزت التعبير وهناك دعم أوروبي وغربي من هنا أنا أقول لك أن السؤال الذي طرحته قبل قليل في موضوع المنطقة الآمنة كما أرأنا في المستقبل وما قاله اليوم دكتور خارج خوجة أيضا عندما طالب علنية بهذه المنطقة كل هذا سيدفعنا في الأيام المقبلة المرحلة المقبلة على ضوء مسار الوضع الأمني وعلى خط آخر مسار الوضع السياسي أيضا من الآن هناك سباق برأيي بين على خطين السباق العسكري الذي يجري الآن في سوريا والسباق السياسي ببعده الإقليمي والدولي نعم دكتور سامير ابقى معي دكتور محفوظ أيضا ابقى معي سأذهب إلى فاصل سريع ونعود بعدها لمتابعة النقاش حول موضوع هذه الحلقة مشاهدين فاصل سريع ونعود بعدها لمتابعة هذه الحلقة ابقوا معي أهلا بكم مشاهدين من جديد في هذه الحلقة من حوار الساعة نرحب بدكتور سامير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول أهلا بك دكتور سامير ونرحب بك دكتور عقيل سعيد محفوظ الخبير في أشعون التركية دكتور عقيل أعلنت تركيا في وقت سابق بأنها مع إسقاط النظام في سوريا ولكن حتى نحدد مسار ومآلات السياسة وأهداف السياسة الخارجية تركيا برأيكم ماذا تريد تركيا من دعم المعارضة المسلحة في الشمال السوري تحديدا نعم الهدف الأصلي ذكرته حضرتك هو إسقاط النظام في سوريا وإعادة بناء البلد بكيفية تنسجم مع مشروع تركي مستقبلي معروف ملامح ومفهومة ومعروفة منذ سنوات الهدف المرحلي أو التكتيكي بتقديره هناك رهان كبير على حلب كان رهان تركي وفرنسي بالتأكيد هذا الأمر كان معروف في الأشهر الماضية لم يسر هذا الرهان لم يتقدم بالإيقاع المطلوب أو انكسر خلال عمليات في الأشهر الماضية انتقلت دائرة الرهان بتقديره إلى أدلب ومتقدش الصغور وهذا الأمر كان تحدث فيه سابقا ها كان فيدان رئيس الاستخبارات العسكرية قبل ذلك وتحدث بأن مثلت حلب وإدلب هي من بيض القبان كما يقال وأن انهيارهما قد يؤدي إلى تغيير كبير في سوريا تركيا تراهن على هذا الأمر ولكن يبدو أن رهانها لن يتقدم لن يصل إلى النهايات التي تأملها طالما أنها لم تستطع أن تشكل تحالف قليمي دولي داعم لأولوياتها حلفائها بالتأكيد هناك توفقات كما ذكرت لك حول مسئلة سوريا في بعض النقاط لكن الأولويات تختلف بين تركيا وأمريكا والسعودية هذا الاختلاف الأولويات هو يؤجل هناك بالتأكيد جرى نقاش وأنت والجميع المتابعين يعلمون بأن هناك نقاشات معمقة جرت مع الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية وافقت بتقديري على نقطتين أساسيتين الأولى هي السماح ربما لتركيا والسعودية أن يجربا أمرا ما في سوريا على غرار ما حدث في اليمن النقطة الثانية هي السماح لرهانهما على جبهة النصر أمريكيا وحتى تركيا وبالتالي يمكن جبهة النصر تحت عنوين مختلفة جيش الفاتح جيش أي تسمية أخرى يمكن التعويل عليها في هذا الموضوع هذين النقطتين التي وفقت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديري وحسب مؤشرات عديدة قد تشكلان المنفذ التركي والسعودي لمزيد من التدخل في الموضوع السوري طيب دكتور لماذا الشمال السوري لماذا يأتي ذلك بالتزامن أن نحن نتحدث عن بدء تدريب المعارضة المسلحة في سوريا من قبل تركيا وأيضا في المقابل هناك في الأردن حديث عن تدريب أيضا العشائر السورية وبالتالي هل هناك رغبة إلى تقسيم النفوذ من الآن بين المملكة العربية السعودية والأردن في الجنوب من جهة والشمال للتركيا مثلا لا أولا أنت عم تحكي عن بدء تدريب هي يدربون المعارضة منذ البداية هذه مسألة أعتقد واضحة النقطة الثانية أنه ليست بالضرورة تقسيم مناطق نفوذ البلد لم يصل إلى هذه النقطة بالتمام هناك وضع عسكرية نعم ولكن لم يتم الانتقال إلى وضع سياسي والتالي هذا التقدم للمعارضة عسكريا الذي لا يمكن تحويله إلى تقدم سياسي هذه مشكلة يمكن بالتغيرات في التوازنات أن يكون هناك انكسار مرة أخرى للمعارضات هو تقسيم للأدوار هذا الأمر مفهوم صحيح أن البناء الأساسي الجسد الأساسي أو تكوينات للمعارضة في الجنوب أقرب للأردن هناك تأثير سعودي أكثر أردني إسرائيل إلى حد ما وأن الشمال بطبيعة الأمور في الجغرافيا والبناء الإسطنية أيضا تركيا لديها تأثير ولكن لا يمكن بتقديري أن هناك الأجندات ليست منفصلة إلى هذا الحد هناك تناغم هناك محاولة من أجل أن تكون هناك سيناريو مشترك متوافق عليه للاشتغال تركيا وسعوديا وغير ذلك على الموضوع السوري طيب الرد السوري على هذا التحرك ربما تنتقلية المرحلة بتقديري أولا هناك حاجة موضوعية لإعادة أنا كسوري كمراقب الأمور لإعادة قراءة الأمور والموقف التركي والمواقف الدول الأخرى نحن بالبدأ حتى أكاديميا من الطبيعي إذا كان أنا أتحدث عن السلطات السورية تريد أن تتعاطى مع خصومها من الطبيعي أن تنظر إلى مصادر السلوك هؤلاء الخصوم بالمعنى الأكاديمي كيف يمكن التعاطى مع موقف تركيا والسعودية ليس من السهل أن يغير موقفيهما من الموضوع السوري إلا إذا شعر بأن هناك تبعات سوف تنعكس على داخل تركيا وداخل السعودية هذه الشروط الموضوعية لم تكتمل حتى الآن لذلك بتقديري أن السلطات السورية تشتغل الآن في المقام الأول على البناء العسكرية داخل البلد وحتى البناء السياسية هي المعولة عليها في مقاومة هذا التدخل وهذا الحرب التي تخوض بوسائل أخرى طبعا تركيا وأطرف أخرى على الموضوع السوري هناك المطلوب أيضا لسوريا أن تشتغل مع حلفائها صحيح أن تقدم المعارضة حدث في إدلب والشغور في لحظة كما يقال لحظة انشغال إيران في اتفاق لوزان وروسيا في أمور أخرى ولكن من الطبيعي أو من الضروري على حلفاء سوريا سوريا وحلفاءها أن يكون هناك خطة تحرك في هذا الموضوع يجب أن يكون هناك نوع من الاحتواء لهذا التمدل هل ترى بأن هناك حالة انكفاء إيراني فيما يتعلق بالأزمة السورية بسبب الملف النوي ورغبة إيران في الوصول أو صياغات اتفاق نهائي العالم التحليل السياسي دائما يميل إلى المبالغات في تقديرات الأمور بتقدير إيران إذا شغلت ليس بالقدر الذي يحكي لأنه ليس من السهل أبدا أن تنسحب من تحالفها العميق والمديد معصول وكذلك روسيا لكن دائما هناك تحدث اختلالات هذه طبيعة الأمور طبيعة السياسات والمعارك وأزمات معقدة من هذا النوع أحيانا تحدث فيها تحولات وانقطاعات وخضات لكن بتقديري دعيني فقط أركز على هذه النقطة إذا لم يكن هناك خط التحرك بين سوريا وحلفائها من أجل احتواء ما كنا نتحدث عنه الآن من أن هناك خطة تركية سعودية أمريكية من أجل تنفيذ أو سحب ما جرى في اليمن وإعادة إسقاطه على الوضع السوري فمن المحتمل أن تدخل المسارات الأمور في سوريا المزيد من التعقيد والمزيد من المخاطر لسوريا ولجوارها أيضا نحن لا يتخيل الأتراك أو غيرهم بأن الخطط التي وضعت لسوريا هي خطط آمنة بالتمام وأن هناك لا بد أن تكون هناك نعكاسات خطيرة على مضع هذه البلدان طيب دكتور سامير هناك من يقول بأن تركيا تحاول عبر دعم المعارضة المسلحة في الشمال السوري رسم خارطة نفوذ لتركيا بدءا من الشمال السوري أو يعني في الهلال الخاصي بدءا من الشمال السوري وحتى الموصل ما مدى دقت ذلك يعني أظن أن تركيا في الموضوع السوري تحديدا هي جزء من منظومة إقليمية دولية ولها حساباتها طبعا على المستوى الإقليمي والدولي لكن أن تتحرك بمفردها وأن تصل بمفردها إلى ما تريد في إطار هذا الطرح الذي أشرت إليه أجد أنه من المبكر أو من المستبعد تماما أن ندخل في نقاش من هذا النوع لماذا أقول لك لأنه فعلا الآن في سوريا هناك سباق عسكري وسياسي السباق العسكري لا تريد تركيا حجز موقع لها موقع نفوذ لها في هذا الصراع العسكري والسياسي طبعا هي لها حسابات طبعا أتفق معك هي لها حساباتها ومصالحها أو بآخر عليها أن تحسب هذه الخطوة بدقة ببعدها الاستراتيجي وما يجري في سوريا موقفها في سوريا جزء من هذه الاستراتيجية هذه حقيقة موجودة على الأرض لكن أقول لك أن القرار أو صناعة القرار لا يعني أن تركيا وحدها قادرة على تشكيل هذا المشهد في المستقبل لأنه كما قلت لك الآن ميدانيا عسكريا على الأرض هناك تطورات متلاحقة هذه التطورات تحاول على المشهد السياسي وأن تحدد له مسارات طيب لكن نكتور سمير أنا ما أسأل عنه إلى أي مدى تركيا تريد أن يكون لها موقع نفوذ من سوريا وحتى الموصل في العراق إلى أي مدى هناك سياسة خارجية تركية تهدف إلى تحقيق هذا الموضوع أو إلى تحقيق هذه الأعمال يعني العدالة والتنمية نعم أفهم أفهم السؤال لكن العدالة والتنمية لم يتطرق إطلاقا إلى مشروع من هذا النوع من خلال المتابعة دائما العدالة والتنمية ركز على أن ما يجري في سوريا مسألة لا تعني تركيا وحدها بل تعني دول المنطقة ككل من هنا هي ملتزمة بهذه الحراك حتى في موضوع المنطقة الآمنة الذي أشرت إليه تركيا تريد وتدعم هذه الخطوة لكن هي جزء كما قلت لك من قرار إقليمي ودولي في هذه الخطوة طيب دكتور سمير هل لك أن توضح لنا ما هو الموقف التركي من خطة ديمستورا بوقف القتال في حلب هذا ما قلت سأتحدث عنه نعم عندما قلت لك أنه عسكريا على الأرض هناك تطورات وسباق سياسي عسكري استوقفني اليوم مقال لأحد الكتاب العرب في إحدى الصحف العربية لن أذكر لا اسم الكاتب ولا اسم الصحيفة يقول فيه مثلا في جبال قلمون تدور معارك طاحنة بين المعارضين المسلحين وقوات حزب الله مدعومة من الجيش السوري مدعومة من الجيش السوري كاتب عربي في صحيفة عربية يقول هذا الكلام هذا بالبعد العسكري يعني أنه إيران تحاول بشكل أو بآخر أن تكون جزء من هذه المعادلة العسكرية أيضا في الداخل السوري لماذا أقول لك هذا الكلام لأنه إيران على الخط السياسي الآن تنفاوض الغرب مجموعة خمسة زائد واحد وأنا قلت أكثر من مرة أنه إيران إذا ما حصلت على ما تريده في موضوع المفاوضات النووية فهي ستدخل في نقاشات جديدة ببعدها الإقليمية هذه النقاشات مرتبطة أيضا بالملف السوري ومسار الأزمة في سوريا قبل قد أنت سألت هل هناك تغير في الموقف الإيراني أو الروسي في موضوع شمال سوريا والمعارك الجارية هناك أنا أقول لك أنه هذه مؤشرات مهمة وينبغي طرحها أيضا على طويلة النقاش طيب دكتور محفوظ هناك سؤال مهم هل ما زالت سوريا قادرة على مواجهة الأزمة بعد أربع سنوات من محاولة استنزاف الجيش السوري التقارير الواردة من منطقة حلب ربما تشير إلى أن هناك مشاركة للأجهزة التركية بتجهيز جيش من 22 ألف مقاتل من مختلف الفصائل المسلحة أي هناك معركة قادمة في حلب بجيش هذا التعبير الذي يستخدم هذه نبوءة يعني يعني غير سارة لكن بتقديري نعم السوريين ما يزالوا قادرين على صحيح أن الكثير من الأمور هناك تقديرات تغيرت حول موقف إيران كما يتحدث الجميع موقف روسيا أن هناك إجهاد عسكري وبعد حرب لأربع سنوات من الطبيعة أن يكون هناك إجهاد من هذا النوع لكن بتقديري أن خوف السوريين على بلدهم يعني البدائل ليست كثيرة في الواقع ولكنها غنية في الوقت نفسه كرهان على أنهم يعيدوا الوضع إلى بلدهم كما كان ما أمكن طبعا إذا سمح سمح الجوار والعالم لهم بذلك لا يستطيع السوريون بمفردهم أن يديروا هذه العملية هذا الأمر طبيعي ولكنهم هم القوة الأساسية في هذا الموضوع إيران هي طرف مشاركة إلى حد ما داعم روسيا الأطراف الأخرى أيضا يعني ليست إيران وحدها في البلد العالم كله لديه رهانات حول ما يجري في سوريا الآن التعويل على موارد السوريين على قدرتهم على البنية العسكرية على البنية الاجتماعية على كل هذه الأمور يتوافق يتمفصل لنقل مع أيضا إيرادات الحلفاء وإيرادات كل العقلاء أو العقلانيين في العالم لا أعرف إلى أي حد من أجل التوصل إلى ضبط الأمور والتوصل إلى تسوية سياسية ما أمكان لما يجري في الموضوع السوري لكن السوريين لا صامدين ومستمرين في مواجهة ما يراد لهذا البلد كنت أتساءل قبل قليل عن إيران والدور الإيراني فيها الأزمة السورية والانشغال الإيراني بالملف النووي هذا يحينا إلى السؤال عن الموقف الروسي أيضا ربما هل ما زالت هناك حماسة روسية كما بدأت مع بداية الأزمة السورية نعم أنا قلت لك قبل ذلك لا نريد أن نسير مع عدوى التحليلات السياسية والتسريبات حول هذا الموضوع لو كان هناك تغيير في المسارة لكن كباحث دكتور كانت ظهرت النتائج وفي شكل أكبر من ذلك نعم أنا كباحث وليس كإعلامي بتقديري ولو أنه أنا أميز تقريبا بين النبض التحليل في هذا المستوى وذاك المستوى بين البحث وبين التحليل السياسي والإعلامي لا بتقديري هناك قد تكون هناك تغيرات نسبية في الأمور ولكن ما تزال الخيارات الأساسية على حالها وربما هناك بعد كل هذا النقاش هناك تنبيه لأطراف التحالف السوري وتحالف البؤيد لسوريا من أن هناك مخاوف لدى السوري من هذا الموضوع وبالتالي قد تكون وصلت هناك رسائل لتأكيد الأولويات وخاصة من جهة إيران وأنا قرأت أيضا من جهة روسيا العديد من التأكيدات الإعلامية والسياسية وحتى يعني ربما العسكرية لنقل بهذا المعنى النهايات التي تحدث عنها الإعلام للأزمة السورية ليست قريبة بتقديري وما التقدم الذي حققته المعارضة بدعم تركي وغيره مباشر لن يكون هو الإيقاع المقرر لمسارات الأمور في سوريا هناك بتبريد الحال إيرادات للسوريين سوف تحاول احتواء كل هذه السياسات التي تراد لهم ولبلدهم إن شاء الله دكتور سمير ما موقع الكرد السوريين من السياسة التركية أظن سمعنا أنا وأنت قبل يومين رئيس قليم شمال العراق المسؤول البرزاني يتحدث ويشيد بالموقف التركي أولا في فتح الطريق الأمام قوات البشمار لدخول إلى كوباني وإشادة مباشرة بأنه لولا الدوري التركي في معركة كوباني لما كان قد تم إنقاذ هذه البلدة من يدي تنظيم داعش الإرهابي باختصار أظن موقع وموقف شمال العراق واضح تماما الأكراد في داخل تركيا الآن أظن هم أيضا يعرفون أنه حسابات الربح والخسارة في موضوع المسألة الكردية ليست منفصلة عن ما يجري في سوريا الحراك الأخير مثلا في أكثر من جبهة سواء كان على الجبهات التركية أو العراقية أو السورية بالبعد الكردي أقصد هنا يؤكد أنه هناك تنسيق إقليمي أيضا له علاقة مباشرة بالملف الكردي وهذا ما يعرفه أكرا المتقا كالكول من هنا أظن أن ملف الأزمة السورية ببعده الكردي جزء من ملف الأزمة الكردية ببعده الأطليمي ولا يمكن إطلاقا بعد هذه الساعة الفصل بين الملفين طيب دكتور فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية في أي إطار تقرأ تركيا سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأزمة السورية خصوصا وأن كان هناك محاولة من قبل الولايات المتحدة لدفع تركيا للمشاركة في التحالف ضد داعش وأيضا كان هناك محاولة للإعلان أيضا كما قرأنا في مختلف وسائل الإعلام عن بدء تدريب المعارضة المسلحة والآن تم الإعلان عن عملية التدريب التي تقوم بها تركيا في أي حدود قراءة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة التركية فيما يتعلق بالأزمة السورية أين التلاقي وأين الاختلاف يعني أنا برأيي دائما قلت أكثر من مرة أنه الذي يعرق التقدم في الملف السوري هو السياسة الأمريكية بدرجة أساسية لأنها سياسة حتى الساعة ما زالت غير واضحة تحاول أن تبني حسابات على تدمير الجميع وتغرج هي الرابح الأول في هذا الملف من هنا أنا دعيت دائما القوى الإقليمية إلى التحرك السريع فيما بينها دعيت دائما إيران تركيا مصر المملكة العربية السعودية للتحرك بالجلوس والتحرك والنقاش هذه المسألة لأنه الحل السياسي بالنسبة لدائما كان هو خشبة الخلاص في هذه الأزمة لكن قبل قليل سألتيني عن ديمستورا ما الذي قدمه حتى الساعة تحت صفر لا شيء إطلاقا الحراك الروسي ما الذي وصل إليه أيضا لا شيء هناك من يعز بأن الأطراف القيمية الفاعلة في الأزمة السورية لم تكن متعاونة منها مثلا تركيا على سبيل المثال في أي إطار يتم هذا التعاون إذا كان هناك تنسيق وإرضاء لقوى القوى السورية فيما بينها لتجلس وتتحاور وتناقش وتصل وكان البعض يحاول أن يقضع الطريق على حوار من هذا النوع ورغم كل الفرص المتاحة أقصد هنا وساطات ديمستورا بالدرجة الأساسية فهذا يعني أن هناك فشل كل من هنا الرهان على لعب يعني دور مستوى دولي لحل هذه الأزمة في هذه الظروف تحديدا من الصعب جدا أن نصل إلى نتيجة تطمئن وترضي السوريين طيب دكتور عقيل من يعرقل يعني مبادرة ديمستورا هل هناك أطراف أقليمية هناك من يلقي لهم على النظام في سوريا هناك من يلقي لهم على تركيا على سبيل المثال هناك من يلقي لهم على المملكة العربية السعودية هناك من يلقي لهم أيضا على الغرب وتباين بين الدول الغربية فيما يتعلق بهذه الخطة نعم طبعا أنا أذكر الحكومة السورية قالت بأنها موافقة بمبادرة ديمستورا وهو قال ذلك في مجلس الأمن المعرقلين هناك عوامل عرقلة كثيرة في الواقع لكن بتقديري أنا هل تلعب تركيا دور في هذه العرقلة؟ بالتأكيد هو دور يعني كونها هي بالتأكيد تركيا ليس من مصلحتها على خلاف ما قاله ضيفك الكريم ليس لديها أي مصلحة في أي تسوية سياسية لأنه أي خطوة مقابل تسوية سياسية أي نقطة لصالح تسوية سياسية هي خسارة مقابلة لها المباراة الصفرية كما نعلم فيما يتصل هذا تقديري الأمور ولذلك كان هناك عرقلة على طول الخط ليس فقط لمبادرات لديمستورا وقبله ولا لمؤتمر موسكو لم يكن هناك استعداد تركي ولا سعودي من أجل دعم أي فصيل سوري من أجل التوصل إلى أي مستوى من التوافق مهما كان بسيط ومهما كان عام حتى عمومي هذه المباراة صفرية في الواقع الرهان الشديد وخطير ولا تستطيع حكومة حزب العدل والتنمية تعايش مع الحكومة السورية الرهانية بأي شكل بالأشكال بتقديري والسبب هو أن هناك رؤية عقدية في الواقع هناك رؤية إسلاموية للأمور وهناك مذهبة فائقة للسياسات الموجودة وهذا الأمر نلاحظه في خطب أردوغان ودود أغل والخطابات الأخيرة خاصة في الأشهر الأخيرة مع بعد احتدام الأزمة اليمنية وحتى المعركة الخطابات التي نسمعها هي خطيرة للغاية وهي تؤشر وهي تعبر عن مستوى الرهان ومستوى التورط في البعد العسكري وفي بعد تفجير الوضع السوري وليس فقط إسقاط كما يقال إسقاط النظام وإسقاط السياسات الموجودة المسألة كما ذكر هو نعم هي في إطار إقليمي ولكن في إطار إقليمي معكوس للخطاب الذي تفضل به أنا بتقديري حول كرد سوريا هذه مسألة أساسية كرد سوريا أراهم يعني هناك نوع من الصدع بينهم جزء منهم يميل إلى قراءة أكراد تركيا وهم حزب الاتحاد الديمقراطي وهناك جزء آخر يميل لتيار رئيس أقليم كردستان البرزاني قبل أيام كان هناك قائد الميليشيا اللي يشمرغ للسورية كما يسمي قال بأن نحن مستعدين للدخول إلى الحسكة من أجل أن نواجه خصمين أساسيين لهن الجيش السوري وقوات أو وحدات حماية الشعب بهذا الموضوع الحزب أو البشمرغ والفصيل الكردي المؤيد أو القريب من رئيس أقليم كردستان هو جزء من الموقف التركي بتقديري أكثر مما هو قراءة أو مقاربة كردية أربيلية من قصين لما يجري في سوريا هذه مسألة أساسية نقطة أخرى بتقديري الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست مسألة عدم وضوح في السياسات إذا لم تكن الولايات المتحدة حاسمة وتقف بالتمام مع تركيا في مقاربة تركيا للأمر السوري وإيضا مقاربة السعودية يكون هناك انتقاد كثير بأن هناك الموقف والتساهل بتقديري الولايات المتحدة الأمريكية نعم تترك الأطراف للاشتغال للصراع ولكن الخطوط العامة ترسمها هي ولا تستطيع لا تركيا ولا غيرها أن تخرج عن الخط العام الذي ترسمه الولايات المتحدة الأمريكية في السياسات الأقليبية دكتور سمير أختم معك دعني أفترض معك هذا الافتراض سقط النظام في سوريا ماذا ستفعل تركيا في هذا السيل من الجماعات المسلحة وجماعات التكفيرية وجماعات المصنفة إرهابيا الموجودة على الحدود كيف ستعالج هذه المسألة هذا السيناريو المفترد ينبغي أن يناقش أيضا لأن الداخل السوري الآن يعيش حالة متداخلة متشابكة ومقلقة للجميع هذه المسألة لن تقلق تركيا وحدها عليها تقلق طبعا لكن تقلق الدول الأخرى المجاورة أيضا تقلق إيران تقلق العراق لأنه كما تعرفين هناك تدخل مباشر من قبل هذه القوى أيضا في الملف السوري ما الذي سينعكس على سوريا على تركيا عفوا سينعكس على الآخرين أيضا من هنا على جميع يعيها حجم الخطورة وأتفق معك هنا في هذه النقطة تحديدا أن حجم الخطورة المستقبلية في تشابك وتدور الملف السوري ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار من هنا ضرورة لإسراء برأيه في البحث عن الحل السريع والعاجل نعم دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة شكر موصول لك دكتور عقيل سعيد محفوظ الخبير في الشؤون التركية على مشاركتك معنا في هذه الحلقة مشاهدين نشكر لكم حسنا المتابعة نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة